مرحبا كنا في الفيديو قبلها تعرفنا عن دو موضال فيغبن يوما زولن و كنن يوما رح نتعرفو على دو وخد اخرين و يبقى هنا زوج غادي يكونوا في فيديو اخر التالي يوما هما موسن و فولن على تبعوا معايا نبدأ بموسن موسن عنده زوج معاني دي نوتفندشكايت و دي اغتزفانك نوتفندشكايت هي الحاجة والضرورة و تصفانك هو معاناها اجباري نبدأ بالولا كيف سنقوم بموسن نوتفندشكايت داغمانشن داغمان انفلت لبت و انا لاحظ ديجا قرينا الجملة للحصول للغاية و انا بلغاية الجملة الواقع و انا بلغاية جميلة الانفينيتيف نفد على الموسن سأخذها او الانفينيتيف لأيض الانفينيتيف و انا نشطقها موسن و اناسوا الموسن و اناسوا الموسن و اناسوا الموسن المناسب هو المشن هادي است نروح لدرمنش هادي سنجلي هنا عندي present هنا نشوف سنجلي وهادي قاعد روح و هادي انفينيتيف بسك الموضى البربي يدخل على الجملة يولي في الانفينيتيف تولي درمنش موس ان در زوبران لابن در زوبران در زوبران موس الرجل المريض هو مجبر يروح للطباب يجب ان نفهم موس اجباري اجباري نستعمل موس است سيكون في البرزان ثلاثة موس در زوبران موس درزان موس 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 بحيط لسفر هنا الوفر في الفرن في نتهاب ولكن هنا من المعنى الوقات تتاريخ لن يجب عليك أخرى انه يجب أن يعجب الناس أن يعمل هذا يجب أن يعمل في هذا الفرن فين فين الناس يجب أن يعمل un المنش استغرام أن يجب أن يجبosos نستعمل موسن إستراهي في سنجوليورة في بخيزن نقلع ثلاث كلمات هادو توليدير منش موسزاين نعتوغ شو تسن هالا القاعدات عموسن ماذا بيتكتبوها سيبون روحوا لي فولن فولن عندها زوج عندها ابزشتهابن وفونشهابن ابزشت هي النية والقصد في فعل شيئا ما وفونشهابن هي الأمنية نبدأول لحنا ار هات دي ابزشت اموالفرانلش تسو فردن انا لقين نشوف ابزشت نفهم بللي ابزشت هي النية والقصد في فعل شيئا ما هادي النية والقصد انا نستعمل فولن كيفاش نصرف فولن نشوف هات سنجوليب خيزن ار هات دي ابزشت نقلع هاتو ابزشت و تسو ثلاث صحي كما تفاهمنا دير فونشهابن تسو دي ابزشت انا نقلع فونش نفهم بللي فونش هي أمنية و أمنية على الموضوع المناسب هو فولن هابن رايي بلوغال بلوغال بخيزن دي ابزشت هابن دي ابزشت بلوغال بخيزن هادي هي و هاية القاعدتها راح نلو لزيكزرسيس لجو في الباك دميل انز جسك دميل وانز جسك دميل وانتين دي مايستن يوغاندليشن هابن دي ابزشت نوي جيغيت تسو بنتسن الاغ ابزشت معناها النية والقصد في فعلي شيئ ما الموضوع المناسب هو فولن لكن كيف اوصرفوه هابن بلوغال بخيزن الاغ ندير فولن في البلوغال في بخيزن نحدف ثلاث كلمات هابن دي ابزشت نولي دي مايستن يوغاندليشن والان نوعاء مناسب لابعادها هوتو تاجängt اشتبهم أدلقى معناه إجباري أدلقى معناه إجباري كيفش نصرفه نحضر ثلاث كلمة سوى انها قريبية لا تستطروا ليش دالكن تسي هات دي أبزيش أزفون تسو بيزوخن هنا انا ويلفتي سطروا لي انا هنا مستطروا ليش شد دي أبزيش الموضال المناسب هو هات بخيزون سينجولي تولي دالكن تسي فيل أزفون بيزوخن نقلع هات دي أبزيش سيبا كان هدي هي لا لسون تعنات على اليوم نتلقوا في فيديو آخر افدار زيان تشوس